يا صباح الفل على كل اللي بيسمعونا الفيديو ده ان شاء الله حنتكلم فيه على الهلمنتز مقدمة عن الهلمنتز مين هم الهلمنتز Welcome to Helminthes Club ارجوك اعتبر نفسك في الفيديو ده ان انت بتتفرك for fun للعلم لكن اوعى تحفظ كل كلمة ولا تبقى طالب من نفسك ان انت كل كلمة من دور تتحفظ لان ده مقدمة عن علم الهلمنتز يعني ايه مقدمة عن علم الهلمنتز يعني لو انت طالب سنة 3 نظام قديم فانت بمجرد ما هتخلص الترمي الاولاني انت هتلاقي نفسك الكلام ده المفروض ان هو كأنه مراجعة لك على الهلمنتز فمش ممكن تحفظ كل الاسامي دي من اول يوم بنفذة مختصرة عن كل واحد لو انت طالب في سنة اولى نظام جديد فبرضو استحال ان انت تحفظ كل الكلام ده في الاول بس الكلام ده علشان ايه تفهم الهلمنتز تعالوا نفهمها مع بعض ونتعرف عليهم مع بعض من هم الهلمنتز الهلمنتز هي عائلة كبيرة هي عائلة الديدان يبقى كلمة هلمنتز معناها الديدان الديدان دي انا قدر اقسمها الى شعبتين هم عائلتين عيلة البلاتي هلمنتز اللي هي الديدان المفلطحة الديدان الفلات وعيلة النمات هلمنتز اللي هي الديدان الاستوانية طبعا انا لما اقول لك عيلة النمات هلمنتز او الديدان الاستوانية فانت سهلة عليك جدا ان انت تتخيل شكلها لان انا اول ما بقولك لوفز دو ده انت بتتخيل قدامك حاجة عاملة زي التعبان الصغير ليها اليومن ولو اطعمتها كروس سيكشن هتلاقيها مدورة وجوه اليومن بتاعها هتلاقي الأورجنز المختلفة فهي حاجة شبه التعبان كده استوانية الشكل وهم دولي نيمات هلمينتز لكن اللي صاب شوية ان انا اتخيله يعني ايه بلاتي هلمينتز او ديدان مفلطح الديدان المفلطحة دي هي ديدان عاملة زي الورقة هي ملهاش اليومن الأورجنز بتاعتها متلزقة جنب بعض بكونيكتف تيشو وبس شكرا ده معانا ان انا لو اخدت فيها مقطع عارضي هلاقي ايه هلاقي خط مش هتلاقي اليومن جوه عاملة كده زي قرص اللي حاجة بتاعت حلاوة المولد ان انا مش انت بتجيب المكسرات بتاعت حلاوة المولد وتروح ملزقهم في بعض بسكر اهو السكر ده احنا بنعتبره هو الكونيكتف تيشو والمكسرات دي عبارة عن الأورجنز المختلفة لزقف بعضها فعيلة البلاتي هلمينتز دي الفلات ورمز وعيلة النيمات هلمينتز هما دول مين دول الديدان الاستوانية او الراوند ورمز سؤال ليه انا حطالك البلاتي هلمينتز سنجل كده وحيد شريط لوحده وعينه هتبز على القابل الجميل بتاع النيماتودة اللي طالعين قلوب ومطالعين حاجات حلوة كده عشان البلاتي هلمينتز سنجل وهيفضل طول عمره سنجل ايش معنة سنجل؟ علشان عنده الميل والفي ميل سكس أورجنز في نفس الدودة يعني لما جي كمان شوية هقولك فاشيولة مش هقولك ميل فاشيولة وفي ميل فاشيولة هي أضلت فاشيولة بس لا عندي ميل ولا في ميل ليه؟ الأضلت فاشيولة هي ذات نفسها عندها الأورجنز بتاعت الميل والفي ميل في نفس الدودة طب هكك بيتجوزوا من بعض؟ أحيانا هو الغالب إنهما بيتجوزوا من بعض يعني إيه يتجوزوا من بعض يحصل حاجة اسمها cross fertilization إن دودة دلوقتي تأكت أز ميل والدودة التانية تأكت أز في ميل ويتجوزه وبعد شوية نعكس وهكذا لو حصلت ظروف إن كان فيه مثلا دودة واحدة في جسم بني آدم فممكن ساعتها في الحالة دي يحصل self fertilization إن هي تلقح نفسها عنشان تنتج البيض أما عيلة أني ماتي المنتز فهم كابلس ده أنا عندي ميل أسكارس وفي ميل أسكارس ميل أنكليستومة وفي ميل أنكليستومة يبقى أنا عندي نمات هلمنتز كلهم كابلس في ميل وفي ميل طيب عيلة بلاتي هلمنتز دول بيتقسموا إلى عائلتين عيلة اسمها trimatodes أي المثقوبات وسموهم مثقوبات علشان عندهم دواير أو ساكرز خلاص عندهم خرام فيهم كده ثقوب يعني وعيلة السستودس أو الديدان الشريطية اللي هي التابورمز أما النمات المنتز فإحنا عندنا منهم هما النماتويد اللي هي الديدان الإسطوانية في منهم انتستاين اللي بيعيشوا في الانتستين وفي منهم تيشو نماتويد اللي بيعيشوا في التيشوز طيب ندخل على مين platform تعالوا نتعرف على عيلة التريماتودة كلمة تريماتود زي ما اتفقنا معناها مثقوبات يعني ايه مثقوبات؟ يعني فيها ثقوب الثقوب دي اللي هي عبارة عن شايف الاتنين البرتقاني اللي فوق بعض دول الدايرة سوغننة لفوق القرطاز فوقه وتحتها واحدة تانية دول الساكرز مين هم عائلة التريماتود؟ أنا عندي اربعة تريماتود الأولى فاشيولة الدودة الكابيدي ودي أكبرهم الدودة الكابيدية دي بتعيش جوه القنوات المرارية جوه الجوه البلادر وجوه البايل داكت وبتعمل بايل اوبستركشن ممكن تعمل العيان ده جوندس يعني دي تجيله صفرة وهكذا دي مين؟ دي أكبرهم اللي هي دودة الفاشيولة أو الدودة الكابيدية ودي في منها اتنين في فاشيولة هيباتيكا وفاشيولة جايجانتيكا جايجانتيكا دي أكبر شوية جاية من كلمة جاينت اللي بعد كده واحدة اسمها باراجونيمس باراجونيمس الباراجونيمس والسترماني دي دي اللي هي اللونج فلوك اللي بتعيش فين؟ بتعيش في اللونج دودة دي بتعمل بوكتس جده سيستيك بوكتس في اللونج وتعيش جوه اللونج وتعيش حياتها فين؟ في الرئة موجودة في أسيا مش موجودة عندنا وسموها باراجونيمس لإن هي عندها جونات الجوناتس بتاعتها اللي هي لونها مزرق شوية دي عندها على ناحيتين بارا يعني على ناحيتين جونيمس اللي هي ايه عشان الجوناتس بتاعتها بارا على الناحيتين من الدودة الدودة اللي بعد كده دودة الهيتروفس ودي دودة تسمم الفيسيخ بتاع شم النسيم الدودة دودة صغننة بتعيش في الـ بتعمل شوية ضايرية وفومتينج وما شابه بدي دودة صغننة بتيجي من أكل الفيسيخ اللي مش متملح كويس في شم النسيم بتعمل للعيان ده شوية ضايرية تسمم الفيسيخ سموها هيتيروفيس كلمة هيتير بمعنى متعدد أو مختلف والمقطع الأخراني اللي هو P-H-Y-E-S ده معناه شكل فإن هي متعددة الأشكال لإن هي مش دايماً بتبقى بنفس الشكل الجميل اللي هي فيه ده لأ ممكن تتدور شوية تتكعبر شوية وهكذا آخر واحدة وأهم واحدة وأخطر واحدة هي الشيستوزومة مين الشيستوزومة دي؟ دي أهم من حياتك الشيستوزومة دي البلهاريسيا اش معنى؟ لأن دي صنعة في مصر يبقى الشيستوزومة دي أهم دودة في مصر والبلهاريسيا دي متوطنة في مصر الشيستوزومة دي مهمة جداً ومن كتر أهميتها على فكرة أنت هتلاقيها مختلفة عن كل الترماتوت في حاجات كتير لأن هي حشعرة بأهميتها أول اختلاف أنت مش شايف الترماتوتس وكلهم هير مفروضية أهو؟ معادة هي عنديك شايف دودتين أهو بيحبوا في بعض ميل وفي ميل ومن هنا جات التسمية الشيستوزومة العلماء أول ما شافوا منظر الشيستوزومة بمنظرها ده وهي عندها الاثنين ساكرز قالك دي من علت الترماتوتة دودة ولكن إيه ده؟ ده جسمها مقسوم حتتين حتة خضر أرفيعة وحتة خضرة خينة فإحنا هنسميها فافتكروها دودة واحدة فسموها دودة واحدة بس مقسومة الجسم شيستو بمعنى مقسومة وسومة معناها بادي أو جسم فسموها مقسومة الجسم بعد تطور المايكروسكوبات ابتدوا إيه؟ يتفرجوا تاني على الشيستوزومة من أول وجديد ويعرفوا أن هم لا ده مش دودة واحدة دودتين حضنين بعض دودة خينة شيلة دودة رفياعة ميل شيستوزومة وفي ميل شيستوزومة في مشهد رومانسي الشيستوزومة دي بتعمل إيه؟ الشيستوزومة دي أنا عندي منها أنواع فيه واحدة اسمها الشيستوزومة منسوناي منسوناي دي بتعيش في الانفيديور مزنتيرك فيناس بلكسوس المزنتيرك فيناس بلكسوس دي اللي هي الفينز اللي بتغزي الـ Large Intestine شايفين؟ الـ Large Intestine بيبقى داخل عليها أرتري لونه أحمر وفين لونه أزرق هي بتبقى عايشة في الفين اللي لونه أزرق ده فالشستوزومة وينصوناي بتبقى عايشة في الانفيريور مزينتيريك فيناس بلكسس عندي الشستوزومة جابونيكام الجابونيكام دي بتبقى عايشة في السوبرير والانفيريور مزينتيريك فيناس بلكسس بس هي موجودة في اليابان مش عندنا والشستوزومة هيماتوبيا دي بتبقى عايشة في الفيناس بلكسس المغزية لمنطقة اليورين البلدر واليوريترز والكيدني وهذه الأماكن يبقى هما دول مين؟ التريماتودز هما دول مين؟ التريماتودز بماذا تتميز التريماتود؟ أول حاجة ما انتش نلاحظ أن كل التريماتودز دي قعدة في اليومن يعني الفشولة قعدة جوه فين؟ في البايل داكت باراجونيماس قعدة فين؟ قعدة جوه سيست الهيتروفس قعدة فين؟ قعدة جوه لسمه الانتستن الشستزومة قعدة فين؟ قعدة جوه بلد فيسل فكل واحدة من دول ممكن طيار الدم يجرفها ممكن طيار البايل يجرفها ممكن طبعا الانتستن تطردها بره فلازم تتشعبط كويس قوي وتمسك في الول بتاعة الحاجة اللي هي قعدة فيها وعشان كده هذي الأشياء سموها فلوكس لأن هي بتسد الحاجة اللي قعدة جواها زي الشستزومة كده ما هي بتسد الول بتاع البلد فيسل فسموها فلوكس فلوكس يعني something causing obstruction وعشان كده ربنا مزودها بصاكرز علشان الصاكرز دي تقدر تخليها تتشبس كويس في الول اللي هي قعدة فيه الصاكرز دي حاجة عاملة زي كده ايه زي سلكت الحوض يعني حاجة بتإجزرت نجات في برشار بتشفط الول كل جواها بحيث ان هي تمسك الول كويس فما تتجرفش ما تعرفش ايه تتزعزع طيب تفتكر مين في دول؟ اكتر واحدة محتاجة ان يبقى عندها صاكرز اكتر الهتروفس اش معنى؟ وعشان كده فعلا ربنا مديها صاكر تاني الهتروفس دي حاجمها صغير وقعدة في small intestine ليوم واسع عليها وفيه بريستالسز كل شوية اصلا بتتحرك فيه حركة دودية للامعاء فمحتاجة ان هي تمسك كويس قوي في الول فعشان كده ربنا مزودها بتلاتة صاكرز يبقى كل الترماتودة عندهم oral sacer و ventral sacer اما الهتروفس عندها oral sacer ventral sacer وكمان جنبيه واحد اسمه genital sacer بعض الترماتودة بيبقى عندها شوك زي البراجون بس كده عندها شوية spines الترماتودة عندهم digestive system بيبتدي من اول فوق digestive system عند الماوس اللي حواليه القورة لسكر ده وبعد كده وراه pharynx وبعد الفarynx اسوفيجة وبعد الاسوفيجة سعيبقى عندها اتنين intestin عندها اتنين مش واحدة والانتستن في الاخر ملهاش اينس اذا امال هي بتخرج الفضلات ازاي بترجع هي بتخرج الفضلات عن طريق ان هي بترجع عندها نورفا system عندها اكسكراتوري system بس سألك ان هي ما عندهاش قلب ولا رئة بها هي ما عندهاش الروسبيلاتوري ولا سيركيولاتوري system كل الترماتودة بتضيط بتضيط بيضة اوبركيوليتد يعني اوبركيوليتد يعني عندها غطة شايف السهم ده بيشاور على خط ده ده وبرعا عن غطة الغطة ده علشان البيضة تبقى محكمة الغلق لما كدكوت يتكون جواها ويبقى مكتمل النمو يروح فاتح الغطة وايه مطالع نبقى كل البيض بتاع الترماتودة الترماتودة اوبركيوليتد ما عادة مين ما عادة الشيستوزومة البيضة بتاعتها مش اوبركيوليتد بس ربنا بقى اخد منها الاوبركيوليتد وده حاجة زيادة ادها ايه شوكة ادها سباين نبقى الشيستوزومة هي الوحيدة اللي عندها بيضة مش اوبركيوليتد عندها سباين اما بقيت الترماتود كلهم عندهم بيضة اوبركيوليتد قصة حياة الترماتودة بتبتدي لما بيبيض والبيضة الأوباركوريت دي كل الترماتودة البيض بتاعها بينزل في الستول معادة الشيستوزومة هيماتوبيام اللي احنا لسه قايلين ان هي بتبقاها عادة فين في الفيناس بليكسس اللي حوالين المنطقة بتاعة اليوريناري بلادور فالبيض بتاعها بيخرج في اليورين يبقى كل البيض بيخرج في الستول معادة البيض بتاع الشيستوزومة هيماتوبيام بيخرج في اليورين تخرج مع اليورين او الستول مع الفضلات لازم علشان تكمل دورة حياتها تنزل في مياه عزبة المياه العزبة دي زي الترعة أو ما شابه يبقى هذا البني آدم اللي مصاب أي واحدة من الترماتود لو قضوا حاجاته في الترعة هتنزل البيضة منه فين في الترعة البيض بتاع الترماتودة فيه منه إيماتيور يعني بيبقى جواه لسه سلز غير مكتملة النمو زي في حالة الفاشيولة والباراجونيماس أما في حالة الهيتروفس وشستوزومة فبيبقى جواه كاتكوت كاتكوت جاهز إنه هو إيه يخرج للحياة الإجزة دي بتنزل في الترعة بعد كده بتفقس ويطلع منها الكاتكوت هذا الكاتكوت هو كائن سيليتت عنده شوية سيليا أهداب علشان يعرف يعم بيها في المياه اسمه ميراسيديام اسمه ميراسيديام هذا الميراسيديام أول ما بينزل المياه بيبتدي يدور على انترميديات هوست بتاعه مناسب ليه كل الترماتودة عندهم انترميديات هوست سنيل قوقع يبقى دورة حياة الترماتودة لا تكتمل إلا بقوقع يدخل هذا الميراسيديام جوه القوقع يديني حاجة اسمها سبوروسيست بعد كده ريديا وبعد كده سيركاريا السيركاريا دي كورة بديل يبقى أي سيركاريا في الدنيا هي كورة وعندها ديل بعد كده السيركاريا دي تفضل تعوم في المياه وبعدين ترميديل وتتحوصل وتتحول إلى حاجة اسمها انسيستد ميتا سيركاريا وهي دي الانفكتيف ستيج بتاعت كل الترماتودة في حالة الفاشيولة السيركاريا بتاعتي ديل بتاعها سيمبل ديل لطيف كده يبقى نهاية راسها كبيرة وديلها صغير كده وقصير فبنسميها لبتو سيركاس سيركاريا عشان عندها سيمبل تيل وبتتحوصل على أي خضار يبقى لما بيجيلي الدودة الكبدية لما بيجيلي الخضار مش مخصول كويس أما في حالة البراجونيماس فالسيركاريا بتاعتها بتبقى مايكرو سيركاس سيركاريا يعني السيركاريا بتاعتها ذاتة ذايل قصير يبقى السيركاريا بتاعت البراجونيماس مايكرو سيركاس ديلها صير وصغير وبتتحوصل جوه من الجامباري والكابوريا والاستكوزة يبقى بتحب الحاجات القشريات تخش جواهم وتتحوصل وتتحول إلى الانسيستد ميتا سيركاريا يبقى أنا يجيلي باراجونيماس ازاي عن طريق ان انا اكل لحمة هزيه الاشياء مش مستوية كويس. اما اللي احنا قلنا ان هي دوتة ايه الفسيخ بتاعت شم النسيم. فدي سيركاريا بتاعتها. لوفو سيركاس سيركاريا. لوفو سيركاس سيركاريا لان ايه? الديل بتاعها طويل وكبير ومتحوط بمنبرين. لوفو. لوفو يعني حوالي منبرين. يبقى لوفو سيركاس سيركاريا دي بتخش مين الانترميديت هست بتاعها? سمكة. سمكة ايه الفسيخ اللي هي سمكة البوري او البولتي. وتخش وجواها تتحول الى الانسيستيد ميتا سيركاريا. يبقى في حالة الفاشيولة انا عندي السيركاريا لب تو سيركاس و بتجيلي عن طريق ان انا باكل خضار. في حالة البراجونيماس انا عندي السيركاريا مايكرو سيركاس. و باكل علشان تجيلي الكراب او الكريفش او الشرامس. الهيتروفس الانترميديت هوست بتاعها هو السمكة. والسيركاريا بتاعتها لوفو سيركاس سيركاريا. الشستدومة بقى. محنا اتفقنا انه هي من اولها كده سيبارت سيكس مختلفة اج بتاعتها مش الاج بتاعتها ماتيور الاج بتاعتها عندها سباين كمان السيركاريا بتاعتها فوركوسيركا السيركاريا ليها فوركتيل مشقوق زي الشوكا كده ليه بقى لان عند وظيفة مهمة السيركاريا دي الشيستزومة ما عنداش الانفكتف استيج بتاعتها مش هي الانفكتف استيج بتاعتها ومالالانفكتف استيج بتاعتها هي السيركاريا دي السيركاريا دي بتخرم جلد البني أدم وتروح دخلة بسيركاريا دي pelди عشان كده قالك ما تنزلش الترع عشان ما تجيلاكش بالهاريسيا اللي بينزل الترع سيركاريا بتروح خارمة جلده ودخلة وبعد ما تدخل جوه جلده تبتدي تتمشى في السيركيوليشن فتروح على الهارت بعد كده تروح على اللونج وبعد اللونج تروح على الليفر ومن الليفر تروح على الهبيتات بتاعها اللي هو يا إما فين إما فيه البيناس بلكسس اللي حوالين الرجنر بلادر اللي حوالين المنطقة السفلية من الامعاء الغوي longue نبقى دي مقدمة عن التريماتود حب نعرف ايه عن التريماتود اهمية كلامة عن التريماتود ان التريماتودة التريماتودة عندها عندها أورال وفنترال ساكر معاد الهتروفس عندها كمان جينتر ساكر عندها تلاتة ساكر كل التريماتود هيرمافرودايت يعني وحيدة الجنس في نفس الدودة ما عادة الجستوزومة الشستوزومة عندي في منها ميل وفي ميل يعني ليها سبارت سيكس كل التريماتوذى البيض بتاعها أوبركيوليتت ليه غطى وبيحتاج مية وبتحتاج سنيل ما عادة الشستوزومة الشستوزومة البيضة بتاعتها ما عندهاش أوبركلم وبس ليها سباين كل التريماتوذة زي ما اتفقنا بتحتاج فيش ووتر بتحتاج انترميديت هوست سنيل وفي منهم زي الهيطروفيس والبراجوني Francisco بيحتاج كمان إيه كمان آية السمكة والشرنب والكريفش والكريبس الانفكتيف ستيج بتاعت كل الترماتودة هي الانسست دميتا سيركاريا مع عدا الشيستوزومة الانفكتيف ستيج بتاعتها هي الفوركوسيركا السيركاريا كل المودوف انفكشن في بانطري الانجشن في حالة الترماتودة مع عدا الفوركوسيركا السيركاريا بتاعت الشيستوزومة بتخرم جلد البني ادم كل الدايجنوستيك ستيج في حالة الترماتودة هي الاجز اللي بتنزل في الستول مع عدا الاج بتاعت الشيستوزومة هي ماتوبيا اللي بتنزل فيهن في اليور كده احنا خلصنا أول كلام عن تريماتودز ندخل على سستود السستود هي الديدان الشريطية يبس سستودز هي الديدان الشريطية يعني ايه الديدان الشريطية؟ السستودة فلاد برضو زي التريماتودة ولكنها مش حتة واحدة دي ورقة تحت ورقة تحت ورقة تحت ورقة عامنا لك كده زي بقرة المناديل بكرة المنديل منديل لازق في منديل لازق في منديل لازق في منديل لازق في منديل وهكذا وفي بعض الديدان الشريطية زي دودة التينية بيوصل طولها إلى العشرة متر يعني طولها ممكن يوصل بالأمطار يبقى السستودس هي ريبون شيب دي شبه الشريطة فلات وسيجمينت بتتكون من إيه السستودة؟ شايف الكاب اللي جنبك ده ده فيه السستودة أهي جابينها من عين السستودة تتكون من 3 أجزاء أول حاجة عندها راس زي راسها اللي قدامك دي اللي لونها موف عندها رقبة النك وبعد كده عندها سيجمينس اللي هي بنسميها سترобيا أول حاجة راس السستودة راس السستودة دي مكان التسبيت كل السستودة بتعيش فين؟ بتعيش في small intestine بدينا أخذها قعدة الهابيتات بتاعي السستودة علشان تعيش في하게دها في small intestine هي محتاجة أن هي تمسك كويس قوي في الول فعندها ثاكرز الدودة اللي قدامك دي عندها أربعة ساكرز مدورين بتمسك بيهم في الول بتاع الانتستن واحيانا اللي بيبقى عندها حاجات تانية زي الروسلم والهوكس اللي انت شايفهم دول بعد راسها هتلاقي رقبة النك دي أهم منطقة في السستودة لأن هي دي الاكتفلي ديفايدينج وعمالة تكون سيجمينت تكون سيجمينت تكون سيجمينت تكون سيجمينت طب ده معناها ايه؟ معناها ان انا لو دخلت جراح دخل شال سستودة شال العشرة متر وساب راسها ورقبتها جوا ولا كأنه عامل حاجة مش معنى عشان الرقبة دي هتعمللي دودة تانية طولها 10 متر تبتدي الرقبة دي اول ما بتمسك في small intestine تبتدي تكون ايه تكون segments في اول مجموعة من segment بيبتدي يتكون immature segment immature segment immature segment ده معناها انه هو segment فيه كل الارغنز بتاعة الدودة ما عادة genital organs لسه ما تكونش فيها genital organs بعد كده يتكون segment تاني عند النك يروح منزل segment ده لتحت وهكذا تتكون segment ثالث وهكذا بعد كده شوية شوية تبتدي السيجمنتات دي تبقى mature يتكون فيها genital organs فتتحول الى mature segment يعني ايه mature segment يعني segment فيه genital organs بعد كده تبتدي الدودان تتجوز من بعضها فلما يتجوزوا يبتدي الارغن اليوترس يتكون فيه اجز يتكون فيه اجز يتكون فيه اجز فيتنفخ يتنفخ يتنفخ يضغط على حواليه فالسيجمنت يبقى كله عبارة عن يوترس مليان اجز مع pressure atrophy على كل الارغنز اللي حواليه فده بنسميه يبقى اي سيستودة بتتكون من راس فيها ادوات التسبيت بعد كده نيك هي اللي بتكون السيجمنت وبعد كده مجموعة من الماتيور سيجمنت بعد كده مجموعة من الماتيور سيجمنت بعد كده مجموعة من الجرافد سيجمنت وطبعا كل السيستودز هيرمافرودايت زي ما اتفقنا كل البلاتي هلمنتز سواء ترماتودة او سيستودة هيرمافرودايت ما عدا الشيستود تعالى بقى نتعرف على السيستودز على مين على السيستودز السيستودز زي ما اتفقنا كلهم بيعيشوا في إذن كل السيستودز ما عندهاش ديجيستف سيستم ايش معنا ما عندهاش ديجيستف سيستم لان هي عايشة في اللي حوالين الاكل المهضوم جاهز هتحتاج ديجيستف سيستم فيه هي ما عندهاش ايه ديجيستف سيستم هي الكيوتيكل بتاعها او الاشرر خارجية الجلد بتاعها بيحصل عن طريق ديفيوجن للأكل فابتاخد كل احتياجاتها من الأكل اللي مهضوم جاهز حواليها هزي السيستودز اللي بتعيش في سمول انتستن الخاصة بالمال اللي بيتصبيها البني ادم هم اربعة هم كام اربعة اول اتنين تانية ديدان التانية هي ديدان طويلة تصل الى العشرة متر بتعيش في السمول انتستن بتاعة البني ادم بتيجي من أكل اللحمة النية وفي منها نوعين واحدة اسمها تينيا ساجيناتا واحدة اسمها تينيا سوليا يبقى في تينيا ساجيناتا وتينيا سوليا بعد كده عندي اختهم الصغيرة واحدة اسمها هيمينوليباس نانا هيمينوليباس نانا هيمينوليباس نانا دي دودة شريطية صغيرة بتعيش في السمول انتستن بتاعة البني ادمين وخاصة الأطفال الصغيرين إيش معنى؟ لأن الأج بتاعتها على عكس بقية السستودة بتخرج من الانتستن جاهزة أنها تعمل الانفكشن فبتيجي للأطفال الصغيرين وتنتشر يعني لو جات طفل واحد في الحضانة حضانة كلها تتعيدي طفل واحد في المدرسة المدرسة كلها تتعيدي وبتمشي مثلا لو جات لواحد في العيلة لازم العيلة كلها تاخد العلاج وهكذا نانا وبتيجي للأطفال الصغيرين دي دودة الشرطية القزمة آخر واحدة هي واحدة اسمها دايفيلو بودريم لاتم اسمها دايفيلو بودريم لاتم دايفيلو بودريم لاتم دي دودة بتيجي من أكل السمكة وبرضو ممكن يوصل طولها إلى عشرة متر ممكن تعمل انسداد معوي ممكن تعمل أنيميا وتعمل حاجات كثيرة يبقى هما دول الأربعة سستود اللي احنا بنلعب إيه فيهم أربعة سستود بتوع البني آدم اتنين تنيا وتشنانا صغنانا والديلاتم طيب قالك بقى أن السستودة دي عايز أقسمها إلى عائلتين عيلة اسمها سودو في الليدي وعيلة اسمها سايكلو في الليدي عيلة اسمها سودو في الليدي سودو يعني خادع في الليدي يعني ساكرز هي ما عندهاش ساكرز مدورة زي سايكلو في الليدي هي عندها ساكرز خادعة مش معنى علشان هي عندها بودريم عندها جروفز شايف اللي اتنين جروفز اللي موجودين في الدي لاتم دول اهو يبقى ما عندهاش ساكرز فانا ما بسميهاش سيكلو في الليدي بسميها سودو في الليدي طيب عيلة السودو في الليدي دي هي تعتبر حلقة واصلة لسه ما بقيتش سستودة قوي ما بين التريماتودة والسستودة فانت هتلاقي فيها خصائص كتير منين من التريماتودة اول حاجة هي بتدي بيضة اوبركيوليتت زي بتاعة التريماتودة اوفل و اوبركيوليتت شبههم بالزبط والبيضة بتاعتها دي بتبقى ايم ماتيور اش معنى ايم ماتيور لان الدي لاتم كمان او السودو في الليدي كلهم ما عندهمش جرافت سيجمنت يعني ايه ما عندهمش جرافت سيجمنت اليوترس بتاعهم مفتوح فاليوترس بتاعها كل ما بيكون بيضة قبل ما تبقى ماتيور ولا اي حاجة يروح رميها بره تتكون بيضة قبل ما تبقى ماتيور يرميها بره فما فيش جرافت سيجمنت بيتكون علشان ما فيش اجز بتجمع فالإجزب بتاعته immature وopercurated بيحتاج مية بتحتاج مية زي الترماتودة بالضبط بتحتاج كزا intermediate host زي الترماتودة بالضبط بيطلع من البيضة كاتكوت السليت ده حاجة اسمها كوراسيديم زي التاني هناك كان ميراسيديم هنا كوراسيديم عشان مدور سميته كورا بعد كده بيطول شوية يعمل لي حاجة اسمها برو سيركويد لارفا وبعد كده يطول حبة كمان يعمل لي حاجة اسمها بليروسيركويد لارفا يبقى هؤلاء السودو في اللي دي أولا عندهم ما عندهمش ساكرز عندهم حاجة اسمها بوذريا اللي هي جروفز طويلة كده في رصهم تاني حاجة ما عندهمش جرافت سيجمينت تالت حاجة الأجزب بتاعتهم oval وopercurated وim mature شبه بتاعت الترماتودة وبتحتاج مية علشان تكمل maturation بتاعتها واللارفا بتاعتهم solid لارفا زي اللي هما البروسيركويد لارفا والبليروسيركويد لارفا solid لارفا يعني حاجة بلحمة كده زي اللحمة زي الدودة كده الصغير الدي لاتم او الضيفيلو بودريام لاتم سموها هذا الاسم لانه هي عندها تنين ساكرز عندها تنين قصدي بوذريا ضاي يعني تنين فيلو ليفلايك بودريام يعني جروف او اللي هي جروفز بتاعتها دي اللي هي البوذريا او جروفز اللي هي بتمسك بيوم في الانتستن كلمة لاتم يعني برودز يعني عريضة علشان هي السيجمينتات بتاعتها عريضة فسموها ضيفي لبودريام لات طب تعالوا نبص على السايكلو في اللي دي السايكلو في اللي دي ايه اللي يميزهم اول حاجة ان عندهم اربعة سكرز مدورين في راسهم يبقى راسهم مكابرة وعندهم سكرز عندهم كمان اللي السهم بيشور عليها دي حاجة اسمها روسطلم روسطلم يعني بروس طالع من راسها ومترشق فيه هوكس يبقى بعضهم عندهم روسطلم عندها جرافت سيجمنت مش معندهاش جرافت سيجمنت والاجز بتاعتها بتبقى ايه متور وبتبقى مدورة ومتور الأجز الماتيور دي بتحتاج انترميديات هوست واحد وبتتحول جواه الى سيستيك لارفا اللارفا بتاعتهم سيست عبارة عن بلونة مية بلونة مية جواها روس هي عبارة عن كده روس سيستو دا جواه بلونة مية سيستي يعني دي مين دي اللارفا بتاعت السايكل وفي اللي دي وباختلاف اسميها بقى ده بتاعتين يا سليام بنسميه سيستي سيركس سيليلوزا اللارفا بتاعت التينيساج نانته بنسميه سيستي سيركس بوفيس اللارفا بتاعت الاتش نانا بنسميه سيستي سيركويت علشان عندها ديل يبقى عندها ديل بنسميه سيستي سيركويت يبقى ماذا يميز الشيكل Hallelujah أولا إن هي بتحتاج intermediate host 1 ثانيا إن هي عندها ساكرز مدورة عندها روس لم وهوكس الإجز بتاعتها بتنزل mature بتتحول إلى larvha cystic larva وعلشان اتعيدي بيها لازم اكل ايه اللارفة دي يبقى علشان يجيلي دودة لازم اكل هذه اللارفة طيب يبقى دول الاربعة الاساسيين اللي هما ادي دم بتاعتي قالك بعد كده بقى في ايه في اربع امراض تانين بيجولي بالغلط كده بيجولي بالغلط ازاي اول واحدة فيهم هي الدايفلوبودريام بتاعت الكلب اللي اسمها ايه اسمها دايفلوبودريام منسوناي او ضايفلوبودريام بروليفرام دي دودة بتاعت الكلب ملاهاش دعوة باي والمفروض ان اللارفة بتاعتها قاعدة فين؟ قاعدة في التعبين والضفاضع طب ايه اللي يجبها عندي؟ لو جان بقى أكلت اللارفة بتاعتها مع التعبين والضفاضع دي تعمل لي مرض اسمه سبارجانوزيس اللي هو الاسبارجانم بتاعها او البليروسيركويد لارفة تبتدي تتمشى في جسمي فهذه الدودة او المرض اللي هو اسمه سبارجانوزيس بيجي لإخواتنا في الصين لانه هما بيكلوا التعبين والضفاضع فلما يكلوا التعبين والضفاضع تبتدي الدودة دي تتمشى في جسمهم تعمل لهم الدزيزي اللي اسمه سبارجانوزيس تاني وتالت واحدة حاجة اسمها ايه؟ واحدة اسمها إيكاينو كوكس جراني لوزز واحدة اسمها مالتي سيبس مالتي سيبس يبقى فيه دودة اسمها إيكاينو كوكس جراني لوزز ودودة اسمها مالتي سيبس مالتي سيبس اللي اتنين دول بيعيشوا برضو في أمعاء الكلب يعني مش بتوعي دول انا لو اتعدد بيهم يجي لي حاجة اسمها ايه هيداتة سست او سينيورس سست ده سست كبير كده هي سبحان الله دودة صغيرة عايشة في أمعاء الكلب بس السست بتاعها قد اللامونة ما شاء الله ممكن يبقى سست كده عشرة سنتي قاعد في الليفر بتاعي اللي هو الهايداتة سست او سست عشرة سنتي قاعد في البرين بتاعي اللي هو السينيورس سست بسبب ان انا اكلت الاج بتاعت مين بتاعت الدودة دي اخر ديزيز في السستودز اللي هما اللارفال سستودز حاجة اسمها سستي سيركوزز ودي بتجيلي عن طريق ان انا ااكل الاج بتاعت التينيا سوليوم فلما ااكل الاج تتحول جوه جسمي الى اللارفا اللي هي اسمها سستي سيركاس سيل القوزة وتعملي مرض اسمه سستي سيركوزز يبقى مختصر المفيد بتاع السستودز ان انا عندي اربعة ديزيزز انتستاينال سستودز المان بيأكت فيها as definitive host اللي هم الضيفيليبودريام لاتا التينيا سوليا التينيا ساجيناتا الهايمينوليباسنانا ودول أنا بتعدي بيهم عن طريق أن أنا باكل السست بتاعهم ولما باكل السست بتاعهم بيجيلي دودة أدلس في السمول انتستين وعندي أربعة ديزيز أنا بتصاب بيهم عن طريق أن أنا باكل الأج بتاعة الدودة دي فيجيلي اللارفاليستيج جوا جسمي يقعد في التيشوس بتاعتي أول واحد فيهم السبارجانوزس إن أنا باكل فيه اللارفا بس باكلها فيه الضفاضع أو التعبين أو السستي سيركوزس اللي بيجيلي عن طريق أن أنا باكل الأج بتاعة التينيا سوليا أو الإكاينوكوكوس جرانيلوزس أو المالتي سيبس مالتي سيبس اللي بيجيلي عن طريق أن أنا باكل الأج بتاعتهم فبيجيلي هايداتي الدزيز أو سينيورس دزيز دول اللي ممكن يعملولي إيه؟ تيشوسستود اللي هما السستي سيركوزس هايداتي الدزيز سينيوروزز والسبارجانوز فيدوا التين من دول الهايمنوليباسنانا والتينيا سوليوم المان بيأكت فيهم الديفينيتيف هوست وانترميديات هوست اش معنى اتفقنا الهايمنوليباسنانا اختر حاجة فيها ان الاج بتاعتها ممكن تعملي الانفكشن زيها زي السيستي سيركويد هما الاتنين انا لو كنتهم يجيلي انفكشن بالهايمنوليباسنانا وعشان كده هي بتنتشر بسرعة جدا في الاطفال اما التينيا سوليوم فانا لو اكلت الاج بتاعتها هتعملي سيستي سيركوزز اما لو اكلت السيستي سوركا السيلولوزا بتاعها هيعملي تينيا سوليوم قاعدة في الامعاء بتاعتي خلصت حدوتة السيستودة تعالوا ندخل على حدوتة النماتودة الانتستين النماتودة دول حدوتتهم بتبتدي دايما بالقضل تنيل وشنيل المبسوطين الكويسين اللي قاعدين فين باسمه الانتستين او الارج انتستين بيتجاوزوا من بعض وما بدان بتجاوزوا يحطوا ايه الشميل بتحط البيضة بتاعت الاج دي بيتكون جواها كتكوت ويفقس الكتكوت وتطلع الكتكوتة حاجة اسمها رابتيدي فورم لارفا حاجة اسمها ايه رابتيدي فورم لارفا هذه رابتيدي فورم لارفا تأكل وتشرب وتكبر كده شوية فجلدها يديق عليها فتضطر انها تغير جلدها تعمل حاجة اسمها موتينج او تحور وتتحول الى ايه لارفا تانية لارفا اكبر شوي وبعد كده تغير جلدها تالت ورابع لحد ما تتحول الى اضلت ميل وفي ميل حلو طيب هذه اللارفا يبقى احنا اتفقنا ان انا اضلت ميل وفي ميل ايج لارفا لارفا بتغير جلدها اربع مرات بالعدد في النماتودة لحد ما تتكون ايه الارفا بتاعت النماتودة دي اول لارفتين اللي هما الفيرست ستيج لارفا والسكند ستيج لارفا عندها رابتيدي فورم ايصافيجس وهنعرف بعد شوية يعني ايه رابتيدي فورم ايصافيجس حلو فبسميهم رابتيدي فورم لارفا فيرست رابتيدي فورم لارفا وسكند رابتيدي فورم لارفا تاني لارفتين في حياتها عندها في لاري فورم ايصافيجس فبسميهم فيرست في لاري فورم لارفا وسكند في لاري فورم لارفا اولنا انا برمز لهم دايما بقل لواحد لتنين لتلاتة لاربعة وبعد كده القطط طيب تعالي بقى نحكي حدودة قبل النوم بتاعت الانتستانة النماتود انتستانة النماتود ده دول تمانية وما كان واحدة تمانية هدودة قبل النوم اول واحدة فيهم دودة الاسكارس بيقولوا عليه بالبلدي تعبان البطن اش معنى دودة بيضة كده طولها بتاعها 25 سنتي وعمالة تتمشي قاعدة فري يبقى انت عايزك تتخيل معايا تعبان طوله 25 سنتي قاعد فري في السمول انتست ممكن يروح اي حد ممكن بيخرج حتى يعني بينزل مع الستول ممكن بيرجعوه ففعلا بيجيبوا التعبان ويقولوا النابي المعبن هي بقى اول واحدة دودة الاسكارس تعبان البطن تاني واحدة دودة اسمها ترايكورس ترايكورا اسمها ترايكورس ترايكورا اللي هي ذات الصوت اسمها ذات الصوت كلمة ترايك يعني رفيع اورس يعني ديل علشان هي فيها خمسين تخان عاملة زي الإيد بتاعت الكورباك وثلاثة خمس رفيعين فهي شكلها عامل زي الصوت فعشان كده سموها ذات الصوت هي بقى بتاخد الحتة رفيعة دي وتبقى امبيدت جوا الميكوزة بتاعت وتفضل قاعدة فيها كده دي بتعمل مشاكل للأطفال الصغيرين بالذات بتعمل لهم ريكتال برولابس وبتعمل لهم شوية ديزنتري وهكذا طيب هي ديلها هو رفيع ده لا اكتشف بعد شوية دي تسمية خاطئة هي صيح كلمة قورس يعني ديل وترايك يعني رفيع بس الحتة القدامانية دي أو حتة الرفيع دي ما هياش الديل دي الحتة القدامانية بتاعتها اللي بعدها الدودة الدبوسية اللي اسمها انتروبيوس فيرميكيولارس انتروبيوس فيرميكيولارس دي دي دودة الميل بيموت يعني هي في ميل بعد ما بتحط البيض بتاعها خلاص الميل ده بتقضي عليه وبتبتدي بقى تهاجر هي كل يوم من الانتستن تروح ناحية الاين الاوبنينج فتحة الشرج وتبتدي تلزق البيض بتاعها فالعين ده بيصحة طول الليل يقض ايه يهرش في فتحة الشرج دي اللي هي الدودة الدبوسية أو بيسموها سعات السيت وورم اللي هي بتاعة المقعدة يعني بعد كده في دودة رفيعة وصغيرة اسمها ترايكوسترونجايلس سترونجل يعني مدور لان هي دودة سطوانية وترايك يعني شعرة رفيعة جدا دي بتبقى امبدد في الانتستن ويه برضو بتعمل ايه شوية مشاكل في الانتستن بس بسيط قوي لان هي نادر ما بتصيب البنية ادمية الهوك وورمز اللي هما منها الانكليستوما ديودينال هي مش قادة في الديودين بس اسمها ديودينال وإنكيتور أمريكاناس هي قادة في أمريكا دول الهوك وورمز او الديدان الخطفية اشمعنا لان هي بتبقى لزقة بسنانها الكبيرة دي في الوول بتاع الانتستن عاملة زي الخطاف متعلقة فيه زي الخطاف بالزبط وطبعا عملت كحات فيه اول ما اقول لك كلمة انكليستوما او هوك وورم عايزك تدخيل دراكولا مصاص الدماء ديودة عملت مص دم العياد مسكة في الانتستن بسن بتاعته عملت مص دمه فأشهر مانفستيشن دي الهوك وورم هي الانيميا هي كلمة مدورة لأنها شبهة دايرة يعني لأنها دودة استوانية بس أنا بحب أسميها لأن هذه الدودة اكتشفوا أنها جوة جسم البني آدم بتبقى في ميل بس من غير ميل وبتتجاوز لوحدها كده وبتحط البيض لوحدها كده لما بتبقى بره بره جسم البني آدم بتبقى ميل وفي ميل لكن جوه بتبقى في ميل بس بعشان كده دي دودة خطيرة جدا بس هي دودة يعني إيه ضعيفة ما بتقدرش على البني آدمين اللي منعتهم كويسة لكن وانس إن البني آدم دا منعته وقعت بتبتدي تعمل مشاكل كتير قوي لي وممكن تموته كمان بعد كده عندي واحدة اسمها كابلاريا ودي بتيجي من أكل السمك الني وبتقعد تصفي في العيان لحد ما تموته بيجيله وطري دايرية حيموت في الآخر لو ما خدش العلاج بتعددان والترايكنيلا دي اللي بتيجي من أكل إيه لحمة الخنازير وبتبقى قعدة لرفات في المصر يبقى أنا عندي دول الانتستان والنيماتوت طيب هنتكلم على إيه فيهم كلهم قاعدين في السمول انتستان معدد ترايكوليس والانتروبيس يبقى الاسكاريس الترايكوسترونجايلس الهوك ويرمز السترونجيلايدس الكابلاريا الترايكينيلا كل دول قاعدين فين؟ قاعدين في السمول انتستان معدد ترايكوريس والانتروبيس هم الاتنين دول اللي قاعدين بس في الارج انتستان كل النماتوت دا ميل وفميل الفميل دايما دلها مستقيم holder والميل دايما بيلف و يدور فانت bye تلاقي ليه ديلو بيلف و يدور يبقى اللي ديلو بيلف و يدور دا الميل أما اللي دلها مستقيم هي مين؟ هي الفميل طب نتكلم على البيض بقى قالك كل الانتستان النماتودة دول بيبيضوا كلهم بيحطوا بيض معادة واحدة هي مين؟ هي الترايكنيلا الترايكنيلا دي بتولد لارفوت بنسميها لارفي بارس أو في في بارس يبقى كل الانتستان النماتود أو في بارس يعني بتحط بيضة معادة ترايكنيلا لارفي بارس بتحط لارفي ترايكنيلا بقى دي لطيفة قوي دي بتعيش في الاسمول انتستان بتاعت البني آدم بتبقى إمبادت كده جوه الميجوزة بتاعتها وبتروح حتى عيالها على طول في الدم وعيالها بيروحوا يعودوا فين في المصل فهي بتبقى لارفي قاعدة في المصل وبتبقى الدودة القضلت الكبيرة قاعدة فين قاعدة في الانتستن في الاسمون انتستن فالمان في الحالة دي بيبقى ديفينتف هوست وانترميديات هوست لو تلاحظ بقيت ان متودة كلهم المان ديفينتف هوست بس اما بقيتهم بقى فبيحطوا اجز في بعضهم زي التر破 والاسكاريس بتحط بيضة فيها سيل واحدة بس في واحدة زي الانتروبيس بتحط بيضة ماتيور جواها جهزة ان هي تحدث الانفكشن وعشان كده الانتروبيس دي او دودة الدبسية highly infectious لو جت لحد في الحضانة الحضانة كلها بتتعدي لو جت لعائل في المدرسة المدرسة كلها بتتعدي لو جت لواحد في البيت البيت كله بياخد العلاج لسه سمعين الكلمتين دول مع الهايمنولبة سنانة في السستود ودي تاني واحدة بنسمع معاها الكلام ده يبقى الانتروبيس والهايمنوليب بسنانة دول أخطر حاجة وأشهر حاجة في الأطفال لأن الأجزة بتاعتهم ماتيور وإنفكت فيه اللي بتحط بيضة زي الهوك وورم فيها أربعة سيلس وفيه اللي بتحط بيضة فيها أكتر من كده 32 أو 16 سيل زي الترايك وسترونج عندك بعد كده عنوان بيقولك إيه بقى يقولك البروتكتف ميكانيزم عند أورجن أو فيكسيشن يعني إزاي هزيه النماتودة بتثبت نفسها في الوول بتاع الانتستن وإزاي إن هي بتقدر إيه تتغذى قالك إن أنا فيه حاجة من أربعة فيه دودة زي الهوك وورم دي بتقفش بسنانها يبقى أورا الأتاتشمنت بالسنان بتاعتها ودي بتتغذى على الدم بتوع التساك بلد من العين وفيه بعضهم زي الترايكورس اتفقنا والترايكوسترونجايلس دول بيعملوا بارشل بنيتريشن خلاص الترايكوسترونجايلس بتدخل حتة والترايكورس برضو بتدخل إيه الحتة الرفياء بتاعتها بتبقى إمبيدد جوه الميوكوزة وباقتها الحتة التخينة بتبقى مدلدلة من برا في اليومن بتاع إيه بتاع اللارج انتستن وفيه بعضهم بيعمل كومبليت بنيتريشن بتبقى الدودة كلها جوه إمبيدد فين في الول بتاع السمول انتستن زي الترايكينيلا والكابلاريا والسترونجيلايدس التلاتة دول بيبقوا كومبليت بنيتريشن قاعدين جوه الميوكوزة طيب الحاجات اللي عاملة بارشل بنيتريشن والكومبليت بنيتريشن دول بيتغذوا عن طريق انه هما بياكلوا من التيشو فليود من التيشوز اللي حواليه آخر اتنين اللي هما الأسكارس ويئي الانتروبيس ودول ايه دول بيعيشوا فري في اليوم بتاع السمول انتستن واللارج انتستن الأسكارس اتفقنا ان هي تعبان البطن اللي عمالي يتمشى في كل حتة ده فري ما بيمسكش بحاجة فهي ايه بتعتمد على ان هي تبخش بتتزنق نفسها ما بين الفولدوس بتاعت الميوكوزة علشان ايه ما تنجرفش بس طبعا ساعات بتخنها الموضوع وبتنجرف فعلا وبتنزل مع الستول او بترجع مع الفوميتنج وبتتغزى على الاكل اللي حواليها في الاسمول انتستن اما الانتروبيس فزي ما اتفقنا برضو هي فريش معنى لان هي الفيميل بتاعتها اللي عادة في الارج انتستن كل يوم بالليل اول ما يهل عليها الليل ما يخلصت من جوزها بقى خلص بتبتدي ايه تخرج تتمشى تخرج لحد الانس بتبتدي تحط البيت بتاعها حوالين ايه الانا ديون مين دول التمن ديدان بتوع الانتستان النيماتودة في بقى انتستان النيماتودة بتاعت القطط والكلاب في الانكلستوما بتاعت القطط والكلاب والاسكرس بتاعت القطط والكلاب انا اعلقتي بيها هذه الانكلستوما او الاسكرس بتاعت القطط والكلب لما البني ادم بيتعدي بيها هي بتخش جوه البني ادم بيأكل اللارفا مثلا او بتخش جوه الاجز بتاعتها بعد ما بيأكل الاج او اللارفا بتخرم جلده بتكتشف ان هو مش قطة ومش كلب فتتدايق فمتعرفش تكمل دورة حياتها ولا تبقى قضلة ورم وتبتدي تقعد تلف في جسمه كده ايه بتعمله حاجة اسمها Larva Migrains Larva Migrains يعني عمالة تعمل هجرة فانا عندي الاسكارس بتاعة القطة والكلب حاجة اسمها توكسوكارا توكسوكارا كاتي بتاعة القطة توكسوكارا كانس بتاعة الكلب دي لما المان بيأكل الإج بتاعتها بتعمل حاجة اسمها Visceral Larva Migrains ان اللارفا بتاعتها بتتمشى في الليفر في اللونج في البرين بقى تعمله ايه؟ والأنكليستوما بتاعة القطة والكلاب أنكليستوما كاناينم بتاعة الكلب وبرازيليانس بتاعة القطة والكلب دي اللارفا بتاعتها بتخرم جلد البني آدم بعد ما تخرم جلده تكتشف انه هو مش قطة ومش كلبة فتبتدي تتمشى تحت الجلد لحد ما تموت وما تعملش اي حاجة تاني فتعمل له تعالا بقى ناخد ايه؟ طريقة العدوى بإنما توتس المختلفة اول ثلاثة عندك اللي هم الأسكارس والترايكورس والإنتروبياس دول انا بتعيدي بيهم عن طريق ان انا باكل الأج فيه الخضار والفكهة اللي مش مخصولين والمية اللي مش نظيفة الترايكورس والأسكارس الإج بتاعتهم بتحتاج ان هي تبقى ماتيور برا السويل شوية أما الانتروبياس اتفقنا ان هي بتخرج برا جسم البني آدم جاهزة ان هي تحدث الانفكشن ان هي بتبقى ماتيور إج ترايكوسترونجايلس برضو بتيجي عن طريق الأكل ولكني باكل اللارفا بتاعتها مع ايه؟ مع الخضار والمية أما السترونجايلويدس والهوك وومس فدول اللارفا بتاعتهم الفلاريفورم لارفا بتخرم جلد البني آدم وتدخل طالما خرمت جلد البني آدم الطبيعي ان هي هتروح فين؟ أول ما هتخرم الجلد هتلاقي جنبها بلوت فيسل هتخش في أقرب بلوت فيسل يقابلها طيار الدم هياخدها على اللونج فتروح تعمل للبني آدم ده شوية مشاكل في اللونج في محطة كده في حياتها قبل ما تروح ايه؟ على الانتستن هذه المحطة من حياة النماتود لما بتبقى موجودة في دورة حياة النماتود بتعمل مشاكل في اللونج ان البني آدم يعود يكح ويجيب دم ويجيب بلغم حاجة بنسميها لوفلر سندروم يبقى اللوفلر سندروم دي عبارة عن اللارفا بتاعت النماتود اللي بتتمشى جوا جسم البني آدم قبل ما توصل للهابيتات بتاعها مين اللي بيعملها؟ الهوك ورمز والسترونجي لويدز في واحدة تالتة مش منطقية بقى يعني الاتنين دول منطقيين ان اللارفا بتاعتهم بتدخل عن طريق الجلد فطبيعي ان هي ايه؟ تعدي على اللونج الأول التالتة بتاعتهم اللي بتعمل لوفلر سندروم هي الأسكاريس الأسكاريس دي على الرغم ان انا باكل الأج فالأج بعد ما فقست جوا الانتستن بتاعتي ودت اللارفا واللارفا لقيت نفسها في الهبيتات قررت ان هي ما تفضلش قاعدة سكتة كده قررت تقوم برحلة هتروح مختارقة اي بلود فيسل في الانتستن تروح تعط في اللونج شوية تتشمس وتشم الهوا هناك في اللونج ما هناك مليانة هوا وتعمل لوفلر سندروم وبعد كده ترجع تانية ايه؟ للسمون انتستن يبقى مين التالتة اللي بيعملوا لوفلر سندروم أسكاريس سترونجي لويدز كل اللي قدامك دول أسكاريس ترايكوريس معادة الانتروبيس بيحتاج يحصل لهم في السويل يبقى كل اللي قدامك دول بيحتاجوا ان هو يحصل لهم في السويل فعشان كده أنا بسميهم جيوهلميثيك نيماتود جيوه جاية من التربة يبقى الجيوهلميثيك نيماتودة يعني بتحتاج تربة علشان تكمل بداعتها تفقنا ان هما كلهم جيوهلميثيك معادة مين؟ معادة الانتروبيس او الخمسة اللي قدامك دول معادة مين؟ معادة الانتروبيس ليه بقى الانتروبياس مش جيه والمنسك فبيحصل معها auto infection يعني ايه كلمة auto infection auto يعني من نفسي من ذاتي يعني قاعد نفسي طب والانتروبيا السهل يحصل معها auto infection سهل جدا شمعنا العيان ده الفيميل دي الاضلت فيميل دي طول الليل عمالت حط اجز حوالين الاينا الاوبنينج العيان ده بيشتكي من ايه عنده هرش رهيب في المنطقة دي يبتدي يهرش فياخد الاجز على ضوافره على صابعه بعد كده ما يخسلش ايده كويس وياكل فيعدي نفسه تاني وثالث ورابع وخامس وتفضل الانفكشن بيرزستنت عنده لما تيجي تعالج العيان بتاع الانتروبياس اهم حاجة انه يكرر علاج بعد عشر تيام علشان خطر الauto infection اللي عنده الauto infection كمان في الانتروبياس بيؤدي الى حاجة اسمها hyper infection ان عدد الديدان يزيد قوي 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 جوه جسمه فيحصل معها كمان ايه hyper infection طيب كلمة auto infection و hyper infection بيحصلوا فين تاني في النماتو ده بيحصلوا مع الصرونجيلويدز غريبة بس الصرونجيلويدز مش زيها الصرونجيلويدز دي بتبيط بيضة والبيضة دي بتفقس جوه الانتستن لان الشيل بتاعتها هشة وبتبتدي تدي ايه رابتدي فورمولارف فحتى كلهم هتلاقي الdiagnostic stage بتاعتهم الاجز مع عادة الصرونجيلويدز الdiagnostic stage اللي بتنزل في الستول هي مين هي رابتدي فورمولارف فالربتدي فورمولارف دي بتنزل في السويل تكمل ايه دورة حياة لما العين بتاع السترونجيلويدز في مرحلة الماء في حياته الربتدي فورمولارف دي تلاقي وقت كافي لو العين ده عنده امساك انها تتحول الى فيلاري فورمولارف اللي هي كانت الانفكت في stage فالفيلاري فورمولارف بعد ما تخرج من جسم البني آدم بعد ما تخرج من الانس ممكن تروح خرم الجلد اللي حوالين الانس وتبتدي تعمل تراكس وتخش من الجلد تاني وتعيد دورة حياته ففي الحالة دي البني آدم بيعدي نفسه external auto infection ولو منعت وقعت في اي وقت فيبتدي يحصل له كمان internal auto infection لان عدد اللارفات بيبقى جوه كتير قوي 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 فبتختار جدار الامعاء وتوصل للونج وتعمل له ايه تعمل له auto infection من اول و جديد يبقى السترونجيلويدز كمان معاها internal و external auto infection فممكن تعمل auto infection وممكن تعمل hyper infection وكمان السترونجيلويدز زي ما اتفقنا هاعتبرها opportunistic parasoid اش معنى opportunistic لان هي انتهازية هي لو العيان منعته سليمة ما تعملش اعراض اول ما العيان ده منعته تقل لأ تبتدي تتشطر عليه وممكن تعمله سفير ضيارية مع مال absorption ممكن تروح للبريل ممكن تموته تموت العيان خالص وكمان بنعتبر فاكرت لما قلت لك انها في ميل ورميل ان هي الورميل دي بتبقى في ميل بس جوة جسم البني ادم اوه لكن هي تقدر تعيش بره جسم البني ادم في التربة كميل وفي ميل عادي فهي تقدر تعيش في ريي ليفنج عادي في التربة قضل تميل وفي ميل عايشين كده وتقدر تعيش برازيتك جوة جسم البني ادم طيب في واحدة بتعمل internal auto infection بس اوه كابلاريا بتعمل internal auto infection بس ما بتعملش اكستير اتشوا نما توضة به اول واحدا فيهم واحدة اسمها راكينكلاس ميديننسس جاea من المدينة منورة لانها كتا موجودة في المدينة منورة انا شمعنا؟ لانها بتيجي للناس اللي بيشربوا مية الابار بيعتمدوا على مية الابار في الشرب لان هي اللارفا بتاعتها تيجي للبنياه الأدم عن الطريق انها بتبقى موجودة في المياه دي جوه السايكلوبس. مين السايكلوبس? برغوت الماء. يبقى بتجيلي عن طريق ان انا اشرب مية فيها برغوت الماء. مين برغوت الماء? هذا الشمشون. اللي كان معاه خلطة برجر اه صلطع برجر. السايكلوبس ده اسمه الاعور او السايكلوبس ان هو عنده عين واحدة مدورة في استراسه زي هذا الكائن. ده برغوت المية احد القشريات بتعيش جوال بتاعت دراكنكلس وانا لو شربته مع المية تجيلي مين? دراكنكلس طيب هزي الدودة بيسموها دراجون وورب. ليه? لان هي دودة طولها متر. عايشة في الصبكي وتانية استيشو. ممكن تعملي الصر. ممكن تخرج بره الالصر علشان تبتدي ايه? تطلع عيالها وترشوهم زي التنين اللي بيطلع نار من بقه. فسموها الدراجون وورب. اللي بعد كده في التيشو نيماتودة عندي الوشيريريا بانكرافتي والبروجيا مالاي. دول الاتنين دول بيعملوا حاجة اسمها دائل فيل. يعني ايه دائل فيل. دول بييجوا يعودوا في اللمفاتيج فيسلز بالذات بتاعة الرجلين يسدوها فاللمف يتجمع ما يعرفش يتصرف. فتبتدي رجلة العين تجبر 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 تبقى عاملة زي رجلين الفيل. فبيسموه ايه دائل فيل. دي دودة تانية اسمها دي دودة العين. دي دودة تتنشى تحت العين. عيان كان صاحي الصبح كده ما عندوش اي اعراض ولا اي حاجة في الدنيا. بصي في المراية لقى دودة ده همشي تحت عين. هي بتتمشى ما بتعملش اي مشاكل. حتى ما ما بتصبش العين باي ازا ولا اي حاجة. ده بس بتتمشى تحت عينه كده وبعدين تمشي تاني. بتروح لحالة. يبلوه لها دي دودة بناين جميلة لكنها بتعيش جوه عين البني ادم وتحت الجلد بتاعه في الصبك تاني. دي دودة ده بيبقى نوديول. وان الديول ده بيحب دايما تبقى على الاسكالب. فده عنده كعبيرة فوق راسه. فعشان كده بيسموها انكو. انكو جاية من تيومر. حاجة زي تيومر كده ايه في راس البني ادم. انكو سيركا. انكو سيركا فولفلس دي بتعمل ديزيز اسمه عمل انهار. لان هي ممكن تتسبب في عمل البني ادم او ممكن تعمل مشاكل كتير في الاسكن. الوشيروريا بنكرافتي. البروجيا ملايي. اللوا لوا. الانكو سيركا. دول بيجوا عن طريق فيكتر. لازم لهم فيكتر. الفيكتر ده اتفقنا ان اي حشرة بتنقل المرض او بتشتاك تأس انترميديت غوط بسميها فيكتر. دبانة او نموسة تنقل للمرض. وكلهم طبعا بيعيشوا في التيشوز ما بيعيشوش في الانتستن. وكلهم لارفي باراس بيولدو مش بيبيضو. ادراكين كلاس كمان هعتبر ان ليها فيكتر والفيكتر بتاعها هو مين هو السايكلوبس. اخر حاجة هنقولها في النيماتودة اللي اتفقنا ان احنا هنأجلها شوية هي انواع الاسوفيجس. انواع الاسوفيجس بتاعة النيماتودة دي حاجة انا باستخدمها فان انا اقعب الكلاسيفيكيشن للنيماتودة لان شكل الاسوفيجس ايه بيحساعدني اعرف دي انهي نيماتودة في اللي انا عندي. اي اسوفيجس في الدنيا بيتكون من هزيه التيوب اللي لونها ابيض اللي هي عبارة عن سيلز. والسيلز دي بتحوطة بمصل فلو الدودة دي بتاعها عبارة عن سيلز بس ومش بتحوطة بباص الفايبرز ده بسميه سيلولر اسوفيجس وده موجود في التي تي تي ترايكوريس والترايكنيلا ومعاهم مين الكابلاري. طيب لو المصل اللي حوالين السيلز بتاعة الاسوفيجس عاملة الشكل ده. عاملة نزلة طويلة كده وبعد كده عاملة بل بمدور. ده بيسموه رابتيدي فورم. اول واحد شايف المنظر ده قال لك ده شبه ايه؟ شبه الصولاجون. رابتيدي فورم يعني شبه الصولاجون. العصاها دي لو قلقتها هي تدينك المنظر ده. فسمها ايه ده? L'isophagus اللي شبه الصولاجون اللي هو ال- Barcelona وده موجود عند الرابتيدي فورم realised più لو الاسوفيجس المصل فيبرز عبارة عن تيوبة كده شبه الدودة كده ده بيسموه فيلاري فورم اسوفيجس يعني الاسوفيجس رفيع كده وده موجودة عند الفلاري مين هم الفلاري اللي هم التيشوني ماتود التيشوني ماتود والاسم الدلع بتاعهم ايه فيلاري لو الاسوفيجس فيه اتنين بلب يعني الاول طويل وبعد كده دايرة وبعد كده دايرة يبقى عنده دايرتين مش دايرة واحدة ده بيسموه double bulb الاسوفيجس وده المشهور بتاع مين بتاع الانتروبيس لو شبه المضرب تلاب شيبت ده بتاع الأسكاريس وبتاع الهوك ومس Thank you